التعامل مع الروابط نضغط هنا Add Link عند الضغط على Add Link يمكننا إضافة عنوان ثم الرابط تحت هنا عندنا الأشياء الخاصة بالبرو اللي هي المدفوعة فما نستطيعنا ننضيف أشياء كثيرة هنا لكن يمكنك إضافة صورة على سبيل المثال مصغرة للرابط فنجي نقول له Set Thumbnail نرفع الصورة الصورة لازم تكون مربعة يعني مقاسة الانستجرام ثم نضيفها ثم upload كده أضفنا صورة للرابط نجي هنا على سبيل المثال قناة منصة مدرستي ننسخ الرابط ثم نعود إلى الرابط نكتب فوق في الأعلى نضغط على القلم ونكتب منصة مدرستي ونجي هنا على الرابط ونضع الرابط تحت نضغط في مكان ستظهر لنا القائمة هذه اللي في اليمين زي ما أنت شايف رابط في داخلها الرابط اللي موجود لصفحته نضغط بعد كده على تمام نضغط هنا على Thumbnail نضغط كده يثار ثم نضيف رابط جديد الرابط الثاني مثلا على سبيل المثال أكاديمية التدريب الرقمي نسحب الرابط اللي موجود هنا نحدده ثم نقول Copy ثم نذهب إلى Link Tree نضغط هنا ونلصق الرابط ثم نضغط هنا ونكتب أكاديمية أكاديمية التدريب الرقمي الرقمي نضغط في مكان يظهر لنا التطبيق أو الأكاديمية في الأعلى مثلا لو أنا أبغى فوق في الأعلى أغير الترتيب أسحب بهذا الشكل في المربع هنا أنا هنا غيرت الترتيب أصبحت منصة مدرستي أو الرابط فأستطيع أني أضيف روابط غير محدود لعدد الروابط اللي موجود طيب لو أنا أبغى أضيف مثلا كتاب PDF أروح على الكتاب اللي موجود عندي على سبيل المثال في مجلد في مجلد drive أضغط الماوس يمين ثم الحصول على الرابط أعمل نسخ للرابط ثم الذهاب إلى link tree add link أجي هنا أكتب الحقيبة التدريبية الحقيبة التدريبية ثم أضغط على الرابط وألصق الحقيبة التدريبية بهذا الشكل ستظهر أمامي بهذا الشكل أستطيع أني أضع الحقيبة التدريبية أصحبها كذا وضعها في الأخير إذن هذه هي الطريقة الصحيحة لإضافة الروابط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر